هنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك واسموحة بعيدا عن الفوز المهم جدا اللي في توقيت مهم جدا بالنسبة للزمالك قبل ماتش الأهلي بس هنتكلم في الفيديو دوت ككورة بعيدا بقى عن مشاكل التحكيم مشاكل الدولة الكلام ده كلها احنا ملناش اي علاقة بي احنا هنتكلم كورة دلوقتي دلوقتي الزمالك بيواجه مشكلة كبيرة جدا في طريقة اللعب بتاعته دلوقتي الزمالك بيلعب بي 4 2 3 1 وهو لعبته دلوقتي في الوقت الحالي ده لعبته مش مهيئة او مش جهزة ان هي تلعب بالطريقة دية وده السبب فيه تراجع الاداء ده السبب فيه الخلل اللي حصل دلوقتي فيه اداء الزمالك دلوقتي انت مطلوب منك فيه 4 2 3 1 ان انت لعبتك تكون جهزة بدنية بنسبة 100% لان اللعيب مطلوب منه ان هو يعمل ضغط في جميع انحاء الملعب طيب انا دلوقتي لعبت الزمالك لو جينا نعدهم هنلاقي حوالي 5 6 لعبة 100 تشكيلة الاساسية هو مفيش دكة اساسا لعبة واقعة بدنيا وعندها اجهات باين قوي عليها وباين قوي في الملعب على طريقة اللعب بتاعتها طيب اكمان مطلوب مني ان انا اعمل تبادل في التلت الهجومي طبعا ده ما بيحصلش في الزمالك خالص فدي كلها اسباب في طريقة اللعب نفسها بتقدي لحدوث الخلل في الاداء ده طيب دلوقتي لعبت الزمالك اللي هي مطلوب منها اصلا ان هي تضغط في جميع انحاء الملعب ده على حسب طريقة اللعب زي ما المدارب بيلعب دلوقتي انا دلوقتي في الماتش بتاع سموحة لعبت الزمالك بترجع وراء بتحلق بس يعني لعبت سموحة بتدخل توقص لو الكرة طولت من لعب سموحة بتتقطع تماميا اما بتخلص عن دعوادي اما كرة الوينش بيشيلها بس لكن ما فيش اي ضغط خالص من اللعبها يعني لعبت سموحة بتستلم وتسلم وتوقص وتباصي وتشوت يعني بمنتهى السهولة ما فيش اي ضغط من لعبت الزمالك عليهم ده غلط في طريقة اللعب نفسها لان طريقة اللعب دي مش منسبة امكانيات اللعبة اللي عندك فلازم ان تغير طريقة اللعب